كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن نجاح إنتاج يرقات سمك الصافي ورفع كثافة الإنتاج المحلي لتصل للمستويات التجارية والتي يمكن الاعتماد عليه لتكون عمادا للاستزراع المحلي وأضح الوزير عصام خلف خلال زيارة قام بها إلى مراكز الاستزراع السمكي بمنطقة رأس حيان أن وكالة الزراعة والثروة البحرية بالوزارة تخطو بخطوات ثابتة في تحقيق مبادرة الاقتصاد الأزرق عبر نجاح مملكة البحرين في استزراع سمك الصافي بالكثافة التجارية وأضاف بأنه تم الاطلاع على التجارب العلمية التي استمرت لمدة عام كامل عبر جمع واختيار أمهات الأسماك من مختلف البيئات البحرية وتجربة استخدام العديد من أنواع الأعلاف العضوية لتسمينها لموسم الاستزراع الذي بدأ في شهر أبريل الماضي بالتعاون مع الصيادين المحليين وأشار الوزير خلف إلى أن التجارب المتعددة على استخدام مجموعة من المغذيات المعدة محليا باستخدام التقنيات الحديثة أسفرت على إنتاج يرقات سمك الصافي ورفع كثافة الإنتاج لتصل للمستويات التجارية التي يمكن الاعتماد عليها لتكون عماداً للاستزراع المحلي مشيراً إلى أن الاستزراع السمكي سيرفع الإنتاج المحلي من الأسماك والذي يعتبر خطوة متقدمة كجزء من برامج الأمن الغذائي الوطني ترجمة نانسي قنقر